مرحباً مساء الخير بنكمل مع بعضنا الجلسة الرابعة والأخيرة الختمية لأمسية الليلة بعنوان ابنة مصر المشرفة دكتورة مارينا بوتروس كان معنا طول الجلسة دكتور محمد مؤنس أستاذ تاريخ العصول الوسطى بجماعة شرق الإمارات العربية المتحدة وهو أستاذ في نفس التخصص كان بقسم التاريخ كلية الأداء بجماعة عند شمس اللي أنا بشرف أن أنا تخرجت منها وحصلت على درجة الماجستير وأيضاً تخرجت منها وحصلت على درجة الليسانس دكتورة مارينا وأكملت في جامعة القاهرة في كلية الدراسات الأفريقية مشرفة شخصية مشرفة جداً دكتورة مارينا من ناحية العلمية جادة جداً من ناحية الإنسانية الصلابة والإصرار وصراع مع الظروف الخاصة بالعاشاء الليلي والإصابة الخاصة لأنه هو من نوع خاص اللي بيصعب التعامل مع المخطوطات ومع المادة بالإضافة أنه بيتطلب أنها تكون مادة ديجيتال رقمية ليست ورقية لكي يتم تجميله بالدرجة الكافية وطلعته وخرجت علينا بنتايب متميزة جداً في الماجستير هي تعتبر الأولى من نوعها في الكتابات العربية دلوقتي أنا حابب أن أنا أترك لها المجال كاملة دون تساؤلات لتعبر كما ترغب عن من تشكرهم ومن تدين لهم بالفضل وإيه الكلمة اللي هي تحب توجهها بعد أتظهر دكتور مؤنس لظروف طبعاً بعد تال جلسات كاملة فإيه اللي تحب يتضيفي وإحنا كلنا أزان صغير وأنا بس أحب أضيف حاجة أخيرة بالنسبة للموضوع وللتخصص أنا أعتبر يعني العشاء الليلي في مصر بيضمج تحت فئة المكفوفين فأنا يعني بعد دكتور طه حسين اللي ضربت عرض الحائط في مجال التاريخ بصفة عامة واليوناني الروماني والبيزنتاين والعصر الوسطى بصفة دقيقة يعني أنا عشان مطلش على حضراتكم وعليك يا دكتور بيستن طبعاً دكتور مؤنس يعني قطلنا عليه كتير فله كل شكر وشكر خاص لدكتور مؤنس لأن دي كانت فكرته اللي قالها لحضرتك وشكراً لحضرتك إنك لبيت دعوة دكتور مؤنس فيعني يعني كل كلمات الشكر لحضرتك كل دكتور مؤنس دي ما تكفيش وحضرتك عارف دكتور مؤنس فوق دماغنا أستاذنا كلنا بتعلم منه قبل ما يكون أستاذ حقيقي بذب دي حقيقة دي حقيقة وحابب إن أنا أول حاجة في النقطة دي إنه يعني عشان أنت كنت بتحكيلي دايماً وانت ما ذكرتهوش وكنا لازم نديله حق ومش بس إنه هو اللي اقترح الموضوع يعني مارينا كأخت بتحكيلي قد إيه دكتور مؤنس أب بيتواصل معها بشكل شبه يومي من الشرق تلفونياً مش بالنت عشان يتطمن عليها يعني أيوم أنا لسه عايزة قولي قولي فعلاً دكتور مؤنس بجد يعني من ساعة ما تعرفتنا من خلال سوشيال ميديا وفيسبوك الدكتور مؤنس فعلاً يعني لما كان في مصر في فترة الأجازة كان بيكلمني حرفياً يومياً يومياً صبح سلم عليها ولما سافر الشرقة كلمني فعلاً يعني يوم ما يوم بعد يوم يعني كل كام يوم يتصل بس يصبح لأي كده تلفونياً فعلاً يعني يعني بيتكبد عناء مالي ومدزي ولكن هو بيعمل كل ده ده بكل حب وكل سعيدة وأنا بجد بمبسط جداً جداً جمل وهو قد حضرته بتصل بيه أنا نايمة عشان هو بتصفر التوقيت وبدري وأنا أصح أكلمه برضو ما قدرش ما قدرش أشوف رقمه وما كلموش يعني ودكتور مونس اشتراحها من ساعة من ساعتنا رأينا أصدقاء على فيسبوك بيدعمني كل الدعم التعليقات اليومية على بسطتي أكثر من مبهجة وبيعطي يقول لي هيلين كيلر مصر ويعني أتمنى يا رب يا ربنا يديني للقوة والصحة والمقدرة أنه يا دكتور مونس أحق أكلمة حضرتك وأبقى هيلين كيلر مصر يعني قائمة شكري طويلة قوي 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 بس أنا عايزة تتضيها بجد بالبيت ماما تتعبت معي من وأنا صغيرة تقعد جنبي وتكتب وتكتبلي بالفلمستر وأنا أكتب زيها وتعلمني أكتب ازاي وفضلت جنبي ومن غير دعمها وتشجيعها وزقها فيها زي ما هي بتقول لي دايما أنا فعلا أنا وقات على فكرة وقات بيجي لي يعني أنا إحنا بشر وبنياد مين أنا وقات بقول لها خلاص أنا مش هكمل يعني هي أكتر واحدة ما بتسمع كلمة مش هكمل زي ازاي وجد أنا يعني تتكبد مني عناق كتير قوي وأخيرهم كان امتحانات التمهيد زي الدكتوراه السنة اللي فاتت كنت كل امتحانة ولا أنا مش راحة اللي امتحان وكانت تصر إنه أمي زكري أمي امتحني أمي روحي اللي امتحان فا يعني أنا أعرفت الروحة الجميلة دي والإسرار ده من فين أنت وراكي جندي مقاتل جميل ماما يا ربنا خليها لك ويساعدك بجد بالأم العظيمة دي دي أم عظيمة حقيقي بجد ويعني وحقيقي دكتور باسم يعني أمي بقى والله طب إيه أعمل ده ولا ده ده تقولي أعملي ده قلت لها بس أنا أحب ده بعدين أعرف أنت كلام أمهاتنا ما بنسمعوش بناخد في دماغنا لا يعني يعني لأ ما بتقولي عملي وروحي واختاري الموضوع ده وعملي ده لأ عندها 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 نظرة يعني لأ هي بتديني بوش تقدم لي كل الدعم جوه البيت وبرا البيت في المذاكرة وبرا المذاكرة يأتي بعد كده بابا بابا طول سنين دراسة وودي وهنا قاعد ما كانش بيسيبني طبعا كان في المدرسة يوديني ورجع يخذني تاني في الكلية كان بيقعد يستنيني لحد ما خلص محاضرات حبيبي كان بيقعد في العربية مشتنيني لحد ما خلص محاضرات الدبلومة والتمهيد في جامعة القاهرة كان يوديني ويفضل قاعد مشتنيني طول اليوم بقى وأيام الامتحانات فكنا مقضين يعني قضينا حرفيا يعني ست سنين كنا مقضينهم في العربية ومن ودي وهات وودي وهات وودي وهات طبعا من الناس اللي كانت في ظهري قوي وعلمني بقى اللي ما نفعش نقرابه عينينا هنسمعه بودنا أنا مثلا كل الأدب الكلاسيكي أنا سمعته في الراديو كل الميوزيك غربي وشرقي بابا سمعهاني يعني يعني بابا وماما دول الشخصية دي اتشكلت على الإدين دول بابا وماما الثقافة جدا من ماما والفن جدا من بابا يعني فعلا كان ليهم دوره فعلا لو فيه رسالة ولو فيه مارينة لو من غيرهم ما كانش يبقى فيه لا رسالة ولا مارينة جندي آخر بيجي بعدهم أمير وبولا إخواتي استني قبل ما تروحي عليهم ده لازم تحية تانية لبابا يعني ما نحيش بما بس ده جندي تاني في ظهرك مجهول الأب السند الحاجة الجميلة بجد الداعم اللي قدى كمان المشاعر الحلوة بالفن والموسيقى بجد أنت محظوظة أسوأ بماما أو بابا ربنا خليهم لك وأنا بقول الانتسامة دي جاي منين الروح الحلوة طالع من البيت بجد ربنا يبارككو فيكو كلكم البعض بعد كده بقى عندي أمير وجولة ومهرائيل دول أنا بقول لهم أنتم شركاء النجاح يعني أمير دايما بيقول له أستوصحابه أنا عندي فخر العرب خلاص بقيت بقيت بصمة فخر العرب بتاعتنا مو صلاح بتاعنا فأمير ومهرائيل إخواتي دول شركاء نجاح أستاذتي كل اللي علموني مدرسة مش عايزة أذكر أسمعي عشان منساش حد بجدبس كل المدرسة بس هأذكر حد بس لأنه هي خلاص برضو ربنا ارحمها أستاذتي يوم معلمتي كانت مش إيمان فاروق وذي كانت أنا كنت أحب كده وهي قاعدة كنت في عدية دي حس الدرسات اجتماعية كانت تحط كده يعني رجل على رجل وإنتوا هتتعلموا الدراسات وهتحبوا الدراسات وهتشربوا الدراسات وهتخشوا تجيبوا درجات قياسة هارجع تاني للعيلة معلش بس ما ندخلنا الجامعة بقى كان سنة دي حقيقي يعني كان بابا بيودي ويجيب محاضرات وبره لكن في البيت كان عندي سنة تاني خلقي الله أرحمها كانت تقعد معايا ونقرأ المحاضرات ولو محاضرة فاطيتني وساورتها من زميل أو زميلة اللي أكيد مش أشوفها كانت تقعد تقرأها لي كانت تروح معايا كل المكتبات نعمل أبحاث كل المكتبات الفرانسيس كان القاهرة الكبرى يعني يفيش مكتبة ما دخلنا هشتوا ويعني والتمهيدي ماجستير فضلت قاعدة جنبي وقري وكتبي وخش يعني أنا برضو في وقت ما كنتش عايزة أخش الامتحان في التمهيدي ماجستير لا أنت هتخش الامتحان وهنوعد وهنذكر مع بعض كانت فوق دماغي فعلا لحد التمهيدي ماجستير أسزتي في دابعن شمس قصنا تاريخ اللي بقى فخر دايما وانت هارف يا دكتور باسم إن إحنا بنفخر إن إحنا أولاد عن شمس ومدرسة عن شمس اللي تعلمنا فيها بحث علمي تعلمنا فيها أخلاق البحث العلمي ودي أهم حاجة تعلمناها من كل أسدتنا دكتور أبيليوس دكتور أحمد الله يرحمه دكتور عبد المحسن الله يرحمه دكتور عبد العزيز ودكتور عبد العزيز أنا فعلا أنا ما ذكرتوش في الأول لأن دكتور عبد العزيز لي مساحة كبيرة جدا في قلبي وفي وجداني وإنه كان سبب في أني أخش في موضوع كنيسة شمال إفراقيا لأنه دكتور عبد العزيز اللي شاورني على الموضوع دكتور عبد العزيز عمره 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 ما بخل على أي طالب من طلابه سواء دراسات عليا أو أنر جادويت عمره ما حد من زمايالنا المكفوفين ومركز الإبصار راح أقال له أنا أعايز الكتاب وما أدهلهوش عشان يذكروا صوت فدكتور عبد العزيز ده يعني بجد حقيقي في قلبي مكانة تانية ويشرفني شرفني شرفني إنه هو قبل أن أشرف على رسالة الماجستير بتاعتي رغم كل مشغوليته وكل الأعباء اللي بتسقق عليه فكل أسدتنا في أدب عين شمس اللي علمونا دكتور إبراهيم جلال السند ليه في دراسات مع دراسات بحوصة الأفريقية قبل ما يبقى كلية دراسات الأفريقية العليا كان دا عملية جدا أول ما روحت الكلية هناك لأنه حضرته كلهم عارفينه هناك فكان كنت حاسة بفخر كان أنا خارجة من عين شمس وأستاذي دكتور إبراهيم جلال داريسلي مادة تاريخ أفريقيا دكتور خالد حسين تاريخ إسلامي وتاريخ المغرب وقد إيه كان الإشكاليات اللي كان بيوثرها في المحاضرة كان بيخلينا نحن نفكر نفكر فين الإشكالية وإيه الإشكالية وإزاي نعالج الإشكالية كل أسازاتي ده رسولي يعني شمس حقيقي حقيقي يعني كل الشخر والتقدير ليهم والإضافة الجديدة من مدرسة عن شمس الحياتي دكتور مؤنس طبعا يعني حقيقي من نور حياتي ونور مسيرتي العلمية دكاتريتي وأسازتي في كل الدراسات الأفريقية العالية دكتور حسين وراد أستاذي ومشرفي اللي دايما في ظهري ودايما بيساعدني دكتور أمال اللي كانت تبدييني قد إيه وقت وقد إيه مجهود إنها تقعد معايا وتقرأ معايا اللي بتكتبه بخط إيديها اللي عارفة أن أنا مش أشوفه وحد غيري هيقرهولي عشان أبقى متحرية دقة يعني دكتور أمال حقيقي حقيقي في كتابة الرسالة دكتور أمال يعني إحنا المجهود مناصفة وإذا كنت أنا كتبت على الكمبيوتر فهي كتبتها بإيديها كل دكتور دكتور حندوق دكتور زكريا كل دا كترسي درسولي في الدراسات الأفريقية دكتور من تقصص تاريخ الحديث والمعاصر دكتور مصطفى أحمد الجعفري وهذا الشخص اللي بيتكبد عنه الكتابة لي خلال مرحلتين الدبلومة العامة تمهيدي ماجستير وتمهيدي دكتوراه بكل حب وبكل صرور وبكل طول أنا علي أنا الترمي اللي فات في تمهيدي دكتوراه كنت تعبانة وكنت بمر بمرض بيهاجم العضلات كمان وكان مؤثر على تركيزي وقد إيه كان بيحاول يهييه للظروف وأنا بمتحن إنه هلمتحن وهنحل وبالراحة وبالهدوء وحقيقة بجد كان بيرفع من علاج توطر قوي عبء الامتحان فيعني أنا حابة أشكره أخيرا بقى حابة أشكر صحابي كريستين هي عارفة أميتها مش محتاجة أن أنا أتكلم عليها لكن فعلا كريستين لها شكر كبير قوي 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 ملاك مايكل دكتورة إنجي حنة دكتور سحاق عزيز مدرس تاريخ أمريكا في أدابة عن شمس كان بيقعد برضو ويديني من وقت ويقعد بقى معايا كل حد مورف في حياتي صحابي في الكنيسة يعني كل حد مورف حياتي كل حد عرفته في يوم وأحب أشكر زميلي أو أصدقائي وصديقاتي الجوداد علي بقى لهم سنة زميلي اللي من نفس ظروفي اللي من العبقرة ومروة ومروة ودينة وأميرة لأنهم دلوقت بيشجعوني وقفون في ظهري وبيحاولوا يساعدوني إزاي بقى نبتزي مرحلة الدكتوراء بالبرامج اللي تسهل شوية القرية وإزاي نتعلم نتعلم البرامج النطقة وإزاي ما نفضلش نعمل كل حاجة بعنينا عشان نحافظ على شوية النظر اللي موجودين نمشي بيهم ودي مسألة صح فأنا حقيقة بقى بشكرهم آم شكرا بقى للكبير العظيم الغالي دكتور باسم سامير الشرقوي اللي دايماً بيحب يستضفني عنه في الزوم بتاعه اللي أنا بحس إن هو بيستضفنا جوه مكتفته الجميلة دي اللي لسه مخبيها عني بس يعني بيدعوة مع الموتالك من بدري أهلاً وسهلاً تشرفياً وتمواريها مكتبته الجميلة دي اللي ما بيبخلش علي من أي أسقوصة ولو مش ديجيتال بيعبلها لي ديجيتال كمان يعني بيديني من وقت وأضعف مضعفة ما تلديش كده أنا حقيقة جد أنا حابة أشكر كل حد 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 في عياتي وفوق ده كله أنا هشكر ربنا اللي خليني يعبق أفوستوكو هنا وأتكلم كل كل كلام الطويل وكتير ده خلال كل الجلسات دي ويعني حقيقة دكتور باسم أنا خدت كمية يعني انرزي يعني نحن خلص رسالة الدكتورة على طول بعد اللقاء النهار حلو حلو أنا عايز أقول لك بجد أنت يا مارينا اسمحي لي أشيل الألقاب طبعاً بشكل أخوي بجد أنت نعمة إلهية وده أنا من خلال حديثك وطول الجلسات أنا قادر أشوف ده الحب الإلهي اللي بتوفر لك من البشر في كل الأماكن ده معنى أنت في حد زادك نعمة إلهية وعشان كده أنا ما بقولك وانت عدت لديها تحكي دلوقتي حالة بقولك نجمة مضيئة في المجال بقولك نجمة مضيئة دي في اللايب عشان تتجل علينا لا 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 حقيقي نجمة نجمة مضيئة لأنه أنا بشوف فيك عمل إلهي سواء في شخصك أو في الناس اللي معاك بيظهروا حب وإنسانية وحياة بجد راقية إحنا بنفتقد كتير للرقي مع سرعة الأجهزة وإن كل حاجة حتى تلفونات بنبعث لبعض رساي بدل ما نرفع على بعض سماعة ونتكلم بالصوت فالحداثة رغم ميزتها اللي تخدمك ممكن في رسالتك أنتي ونسل اليوم ظروف خاصة وتخدمنا احنا كمان إلا إنه ممكن تكون ضرر كبير ورغم كده رغم إنه الثقافة تغيرت بما بعد الحداثة وما بعد التنوير وما بعد العولامة اللي احنا فيها إلا إنه مازال في بشر بتنم عن أصالة إنسانية وروح عملاقة دكتور مؤنس أيقونة حقيقية كلامك مع كل الناس اللي عملوا معاك جايز نقدر نفهم إن الأب والأم والإخوات يعملوا كده بس إنه يكون فيه مدرسين في المدرسة يكون فيه أسدزة في الجامعة يكون فيه نسعة طريق في الكلية وفي أي مكان بالشكل ده دي بأعتقد إنها روح إلهية تسري فأنت تصاحبك روح الله وروح الله بترعانا دايما جميعا لأنه الله خلقنا كلنا خلق كل البشر وعشان كده أنا هقدر أقول مهما تعلمنا وفوق كل ذي علم عليم وما قطيتم من العلم إلا قليلة أنا بعشق الأيتين دولة وأحب إن أنا يعني دايما أستحضرهم في الحوار إحنا مهما عملنا لسه بحر كبير فهقولك بجملة بسيطة بعيدة عن التكلف الجامعي غوصي في بحر العلم وينهالي منه مرسيب جد يا دكتور باس مرسيب جد لكل الحضور اللي قطلنا عليهم واللي الكهرباء قطعت عندهم ويتشيبه معينا فيعني مرسيب جد هل في حد منهم عايز يقول حاجة قبل ما نختم الجدسة دي أستاذة سارة سارة لطيف الصديقة الغالية هل في أي مدخلة طيب جاب دوني ما فيش أستاذة دونيا هاني الصديقة والبحثة الجد في مجال المصريات لا شكرا يا دكتور جزيل الشكر مرسي خالص مرسي سارة هل أستاذة دونيا تحب تسأل حاجة تضيف حاجة تقول كلمة اختتمية أنا بس حابة أشكر دكتورة مارينا وادعيلها يا رب اللي ربنا يعفقها في المصيرة اللي جاية هي مبدأة وموضوعها فعلا من تميز وأنا عايز أسمع منها أكتر وربنا يبرك لها كل الناس اللي حماليها فعلا بجد صعب قوي إن الواحد يلاقي حد يدعمه بالقوة دي ربنا يوفقك يا رب ويتهل لك كل أمور حياتك يا رب مرسي خالص يا دونيا مرسي يا سارة كمان مرسي يا دونيا وصارة مش هنحط بقى القاب إحنا في جلسة ودية مرسي يا دونيا مرسي يا سارة مرسي يا مارينا اتفادل يا مارينا ما يشدوك لباسم بس لازم برضو أشكر أسماء الصيغ انت عريفها طبعا زميلتي ودايما برضو متساعدني لما بتقدر بجد متأخرش يعني في أيها الجاب أقول لها عليها بس عشان يعني دي الله لنا زي ما هو بيتكلم من خلالنا ان احنا كمان نذهب للآخرين بحب وبدعم وبمحاولة ان احنا نسنا بعض خلقته لكي تتراحمه بجد يعني انا سعيد جدا بالنهاردة وصيد النهاردة بجد انا بشكرك يا مارينا ان انت كنت سبب سعادة ودعم للناس اللي سمعت اللقاء ده وبشكر اكتر واكتر دكتور مؤنس اللي كان سبب يعني فعلا جمال وروح رائعة انا النهاردة مستمتع اكتر من اي لقاء علمي اخر بالجلسة العلمية والانسانية في نفس الوقت مرسي ديك يا مارينا ومرسي دكتور مؤنس استاذنا كلنا مرسي دكتور مؤنس اقدر اقول لكم دلوقتي انتهت امسيتنا للليلة اللي كانت معانوانة ابنة مصر المشرفة كفاح ونضال ونجاح دكتورة مارينا بوتروس في مجال الدراسات البيضانطية والشمال الافريقي ادار الجلسة باقتدار وبكل بساطة وضوضع استاذنا العالم الجليل استاذ الدكتور محمد مؤنس استاذ التاريخ العصور الوسطى بجامعة الشرقة وايضا بجامعة عين شمس اللي شرفت على ان انا درست على ايده في الفرقة الثالثة من الكلية بشكر كل الحضور اللي كملوا معانا او اللي ما كملوش واي حد هيستمع لهذه الامسية الخاصة يعني بتمناله تطفي عليه روح من السعادة والقوة والعزيمة وتحدي الصعب وتكون ايقونة للشخصية المصرية الحقيقية اللي قد نفقدها بسبب السورات بسبب الحروب او بسبب الخلاف السياسي ايقونة الشخصية المصرية المناضلة التي تسق في نفسها وتستطيع ان تصنع عن معجزات وهي من نسيج واحد لحمة واحدة مصر بمسلميها وبمسيحيها الى اللقاء الى يوم السبت ومحاضرة جديدة في مجال كلنا بنسعد به انتصارات اكتوبر المجيدة للأسف مش محاضر معايا الجدول دلوقتي لكن ان شاء الله ممكن تطلعوه على الجروب وان شاء الله هتلاقوه في الإيفنتات اول باول كل يوم سبت الساعة 8 مساءًا شكرا يا مرينا شكرا يا سارة شكرا لبقائكم معنا تصباح لكم نا بو اشتركوا في القناة